أتواجد معكم في هذه اللحظة التضامنية القوية والكبيرة الشكر موثول أيضاً للصديق الكبير والأخ العزيز جمال شبكي سفير دولة فلسطين بالمغرب والشكر موثول طبعاً إلى أخي العزيز وصديقي مولاي محمد خليفة على تواجهده أيضاً معنا في هذه اللحظة شكر موثول إليكم جميعاً مناضلات ومناضلين من داخل هذه القاعة ومن خارجها وشكر موثول لكافة الضمائر الحية في كل بقاء العالم التي تُندِّد بهذا العُدوان الصهيون الغاشم على الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة وعلى غزَّة تحديداً إننا اليوم أيَّتها الأخوات والإخوة أمام هجومٍ وحشي وتطهيرٍ عرقي وتهجيرٍ قصري وعُدوانٍ همَجي للكيان الصهيون المُتغطرِث مُمارسة هذا الكيان مُماتِلَة تمامًا وهذا الخطاب مُوجَّه للغرب بدايةً وللأصوات التي تتعالى دفاعًا عن إسرائيل هذه المُمارسات مُماتِلَة تمامًا في طبيعتها وفضاعتها وفضاعتها لجرائم الفاشية والنازية إننا اليوم أمام مأساة إنسانية مُرعِبة بكلِّ المقاييس أصبحت كل الكاليمات عاجزة عن وصفها وصارت العيون كما قلت عاجزة عن متابعة فضاعاتها فنحن أمام مشاهد مُفجِعة في كل لحظة على مرأة ومسمع الجميع عنوانها القتل والضمار والضلام والمُستشفيات والمدارس التي تحوَّلت إلى مقابر جماعية وأمام مشاهد لآلاف الشهداء أغلبهم من الرُّدَّاع والأطفال والنساء والشُّيوخ والأبرياء لم يترُك الاحتلال المُجرِم الفُرصة حتى لدفنهم وشُّهداء آخرون تُسرَقُوا جَتامينُهم بما يُؤشِّرُوا على إقدام الكيان الصهيوني على إقامة مقابر جماعية أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنَّنَا أَمَامَا تَسَرُّفَات نَازِيَة وَفَاجِيَة إننا أمام عشرات الآلاف من الجُرحى ومئات الآلاف من البيوت المُدمَّرة وأمام قصفٍ بآلاف الأطنان من القذائف يُدَمِّرُ حياء سكنية بكاملها ويُهدِمُ البيوت فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الأبرياء ويُدمِّر المُسشفيات والمدارس وأماكن العبادة من مساجد وكنائس كما يُدمِّر أي شيء كان ينبُض بالحياة بما في ذلك تحطيم البنيات التحتيّة وتجريف الطرق وإننا أمام انتهاك حُرمة المُسشفيات والمرضى والجُرحى بحُجَجٍ واهيَّة من صُنع الآلة الإعلامية الصهيونية تمامًا كما تُصنع أفلام هوليوود في عمليةٍ دِعائيةٍ وحشية مُبنيَّة على الأكاديم والتزوير والتعتيم كما بالضبط كان يفعل النظام النازي فمنذ بداية العُدوان الباشع منذ بداية هذا العُدوان يعتبر الكيان الصهيوني أن كل شيء مُباح بلا حسيب ولا رقيب إذ لم تسوقف آلته الإعلامية الجهنمية عن تقديم المُبرِّرات الواهية لتبرير القتل المُنطم ومنها خُرافة الدفاع النفس وآخرها دِعائته بوجود مسلحين وأسلِحة بالمُستشفيات والمدارس إننا اليوم أخوات العزيزات الإخوة الأعزاء أمام آلة حربية تقتُل بلا هودة ولا تردُد ومن دون أدنى حسٍ إنساني وأمام هجومٍ برِّي وجوِّي وبحري هستيري ضد شعبٍ أهزل يرفض مُغادرة أرضه ولن يُغادِرَ هذه الأرض لأنها أرضُه ولا يملكُ شعبنا الفلسطيني المُقاوم سوى عزمه وإيمانه الراصِخ بعدالة قضيَّته ولا يملكُ سوى أن يصيرَ أن يصبِرَ ويُقاوِمَ بما يتوفَّر عليه من أمكٍ إمكانياتٍ متواضعة كما أننا أمام خطابٍ إرهابي يُلوِّحُ بالدرب بالقُنبلةٍ نووية تسوَّروا لو أن مسلم أو عربي وبالأحرى فلسطيني قال كلام من هذا اللوع ولو أنه طبعًا لا نتوفَّر على هذه الإمكانية إننا أمام إعلانٍ رسمي واضِح بالرغبة في تهجير شعبٍ بأكملِه خارجَ ديارِه اليوم غزَّة وغدَى القدس وبعدَ غدَى مُدُن الدِّفة ولا ندري أين سيقف هذا العُدوان نحن اليوم أمام خطابٍ وإعلانٍ صريح عن الرغبة في محو الشيء اسمه غزَّة من الوجود بكلمةٍ واضحةٍ نحن أمام حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في خرقٍ لأبسط القيام الإنسانية ولأبسط مُقتديات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أي أننا أمام كيانٍ يستخفُّ بالعالم ولا يُعيرُ اهتمامًا لأيِّ صوت كيفما كان ويتحكَّمُوا في مسؤولِ عددٍ من الدول الغربية تصوَّروا ذلك على أننا نُحيِّي من داخل هذه الدول الغربية شُعوبها الرفضة لهذه المهزلة ما يحدُثُ اليوم بغزة وبجنين هو بتعبير صريح مُمارسة لإرهاب الدولة بمعنى الكلمة ويعتبرُ نفسه فوق كل القواعد مهما كان مصدرُها أو طبيعتُها إننا أمام مُجرِمي حرب اما أنه